أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي تلميذة تفارق الحياة في حادث مأساوي داخل المؤسسة التعليمية إليكم التفاصيل فارق التلميذة تبلغ من العمر 13 سنة حياتها صباح يوم الخميس بعد تعرضها لحادث داخل مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة الحسيمة ووفق ما أوردته مصادر محلية فإن التلميذة سقطت من أعلى الأرجوحة بعدما كانت تلهو بها رفقة مجموعة من التلاميذ داخل ساحة المؤسسة وارتطم رأسها بسياج حديدي فأغمي عليها جراء ذلك وجرى نقل الضحية إلى المستشفى لكنها فرقت الحياة فور وصولها متأثرة بإصابة خطيرة على مستوى الرأس ويرجح كذلك تعرضها للنزيف داخلي مميد وخلفت الحادثة صدمة في أوساط التلاميذ والأطر الإدارية وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد